أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد أحمد دكتور سؤالي الأول اللي بيصير فضولي جدا هو إحنا كده في مرحلة جديدة ولا ده تطور طبيعي ولا ده يعني تطوير استراتيجي في العامات الألهابية. نبدأ نستعدله في الوضع الجديد. وشوف حضرتك كان مثلا في أحداث الزاوية الحامرة اللي حصلت سنة 81 كان المستهدف الرئيسي في الموضوع هم المسيحيين في الزاوية الحامرة وكان اللي بيقوم بإطلاق الرصاص وقتلهم كان جماعات متطرفة. الخطاب الديني بتاحها كله قائم على أن هؤلاء هم أعداء الله ويجب أن يتم إبادتهم ده صحيح كان المستهدف هم المسيحيين ساعدها فأحداث المينيا وأحداث صعيد مصر بعد اغتيال الرئيس السادات الله يرحمه كان برضو الاستهداف في المينيا وفي غيرها من صعيد مصر كان استهداف عقائدي حقيقي للمسيحيين هناك في جنوب الصعيد. لكن الواقع الحالي مختلف تماما. لكن يبدو أنه في الشكل يبدو أنه في نفس الطريقة. في الشكل يبدو أنه مثله. لكن الواقع مختلف ليه؟ لأنه المستهدف وده كلام حقيقي وصحيح هو مصر. مستهدف أن مصر تقع. مش من دلوقتي. من ساعة ما طلعت وزيرة الخارجية الأمريكية وقالت أنه هيكون في شرق أوسط جديد. ومن ساعة ما بدأ الأمريكان في التواصل بشكل حقيقي مع الإخوان. والتقوا بهم أكثر من مرة. كما كشفت الأحداث. وكما قال هم والأمريكان. ذلك بعد ذلك. بدأ الموضوع أنه في أمور أخرى دخلت على الخط ودخلت في الصورة. أن خريطة جغرافية في المنطقة ينبغي أن يتم تعدلها تماما. دول كبرى ينبغي أن تكون دول صغيرة. إمارات صغيرة. في نفس التوقيت لو تتذكر تم إنشاء قناة الجزيرة. ولو يعرف كل الناس أن الذي ساهم في إنشاء المنظومة الإعلامية لقناة الجزيرة. كوادر مصرية كمان. بعضها كوادر مصرية. تنتمي إلى جماعة الإخوان. لكن أيضا هناك اتنين من أكبر خبراء الإعلام في العالم. اتنين يهود حاصلين على الجنسية الإسرائيلية. يقيموا في أمريكا. إذنهم حاصلين على الجنسية الإسرائيلية. ترجمة نانسي قنقر